اشتركوا في القناة التفسير المختصر او القواعد العامة للارقام او المعاني العامة لاي رقم تراه في وسط رؤيا نهاردة هنتكلم عن تفسير رقم تسعة وتسعين هذا الرقم بداية يدل على الارتباط للعزاب يدل على الارتباط للعزاب فاذا رأى هذا الرقم الشاب الاعزب او البنت العزباء فيعلم ان هذا الرقم يبشرهما بالزواج وبالارتباط ان شاء الله تبارك بالنسبة للرجل المتزوج هذا الرقم جميل جدا له هذا الرقم يبشره بالاستقرار العائلي والمهني فضلا عن الخير الذي سوف يأتيه في الفترة المقبلة ان شاء الله تبارك تعالى رقم تسعة وتسعين بالنسبة للمرأة الحامل غير انه يدل على قرب الولادة والولادة السهلة والميسرة الا انه فيه اشارة ان الجنين سيكون ذاكرا ان شاء الله تبارك تعالى رقم تسعة وتسعين للمرأة المتزوجة فيه اشارة وفيه دلالة للخير والسعادة في الفترة المقبلة ان شاء الله تبارك تعالى رقم تسعة وتسعين ان كنت قد ذكرت في البداية للعزاب زواج ايضا يبشرهما بالخير وبالرزق وبالمنفعة وبالتوفيق ان شاء الله تبارك تعالى اخر حاجة في رقم تسعة وتسعين هو ايه اللي بنذكره انه رقم تسعة وتسعين في اسماء الله الحسنى فهذه الجزئية بالذات او هذا الرقم في وسط الرؤية يدل على النواحي الامانية بالنسبة للرأي انه قريب من الله سبحانه وتعالى انه اه يعني الله سبحانه وتعالى يريد به الخير ان شاء الله تبارك تعالى تظهرنا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته